الثلاثة ينتشر ويتقدم نادي الريان نشوف النهاردة النجم الكبير جابريل والنجم روجير هدى في الفريق وادى العرضية على طول في مروان نقل وادني هدى العكسية تانية تغطية فهد يونس درسا لن ينساه بالخروج من مرمى اكتر من اللازم امام لاعبين لديهم رؤية جميلة هدى الانطلاقة تحول سريع رد الفعل قد يكون قوي هو هو يا عالم ركو ككتلة واحدة سواء هيدفعوا او هيهجموا لكن لعبة الريان يا سلام يا اشرف اشرف بن شرقي قطار 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 الريان السريع ولكن في وقت قاتل مروان نالوادني المدافع المغربي لصفوف نادي المصلال يتدخل في الوقت المناسب ماتش حلم ماتش حلم الجو عظيم المناخ الطقس الطقس يسالي هنا في دوحة وملعب استضاف كاس العالم وكاس العرب وكاس آسيا سيد احمد بن علي بأم الأفاعي ملعب ومعقل نادي الريان مصلال على طول المنهالي حط في نص الملعب علي قادري لعبة مصلال متمسكين جدا جدا في نص الملعب يا سلام عليك ولد يا سلام عليك ولد مصامة طنان نجم المغرب بصحل ولو عدد غضر لكن أفلين كويس أفلين كويس الحقيقة جوتشي المدافع الياباني لصفوف نادي الريان كرة بتضيع بسرعة من لعبة الريان مش عارف ليه لا أنا أقول لكم ليه ما فيش حاجة اسمها مش عارف ليه بسبب حاجتين تنظيمه وبسبب أن حركة لعبة الريان من غير كرة قليلة شوية للعيب اللي مع الكرة فما بيلاقيش حد فبتضيع منه أهو بص بص حضراتكم أخطأ تاني من جديد هذه أشرف بن شرقي تحط على طول نشوف روجيارو جابري بريرا اللي اتنين النهاردة دورهم ايه مع غياب رودريجو المهاجب الأسباني وغياب لعب الوسط عودة كاني من جديد شوف ضغط اللعب والعبة المصلال لا معهم مدر قلوب كل عشاق نادي الزمالك هناك في مصر انطلاق أمامي على طول تحت ضغط طلعت بالعزي على طول تاني من جديد إلى جابريل بريرا بريرا إلى روجير تربة ركنية حتى الآن تاني من جديد مفتاح ما بين قلب خط انضحر وما بين الباك الشمال تركيبة كده معمولة أجل قرور تاني من جديد جواو هل أفصايد ولا ايه جواو أفصايد ولا ايه من جديد لعب النادي من جديد العربي طبعا وأحسن كشكل هجومي خطوط قريبة من بعضها في الاتجاه الهجومي هدي على طول دربة ركنية علي عفيف علي اشتغل بعرض الملعب نشوف تصويبه ولا استلم مش مظبوط ضاعت راحت يا ولد العيب يا ولد العيب عمرت حلوة من روجير منه على طول إلى بريرا إلى بريرا أحد المشاريع الجميلة عشرين سنة هذا اللعب المرازيلي رقم حداشر لعب نيوري لتضيع فرصة سهلة سهلة لنادي أم صلال يبقى فرصة هنا وفرصتين هنا فرصتين للريان وفرصة لنادي أم صلال وصل مدافع باك شمال هنا قائد طيضا لانتخب النشئين لانتخب القطر حادث أقصى اليابين مران ناجي تعملت حلوة لعب الفارك من روجير بعيد عن المقرب هو الأخطر أكتر فرصة كانت لهم صلال من ضربة حرة بدربة رأس خارج القائم الدحيل لما فاز على الدحيل واحد صفر هدي بعرض الملعب تالي المنهالي لكن تغطية دفاعية مدري علي قدر وحشة علي مش لحد أبدا وأحمد المنهالي واحد منهم اللازم يخرج أعتقد كده لده يبقى أورايم مش هاخد وقت كتير زيزو على كرة القدم القطرية والخلق مديد القردية يرشواره مع أهلي والزمالك يشتغل معادي كده مدرد بسك في انطلاق على خلق مفتاح حقص اليسار بص حضراتكم الابنين وده أكبر غلطة واقع فيها مدرد نادي الريان حتى الآن من خلق مفتاح وأحمد المنهالي بلعب هذه بسام الراوي بص حلو أوي 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 يا بسام يعيني 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 رودريجو والتعادل يضيع التعادل يضيع كان هيسجل هدفه رقم خمستاشر روجر جيتس اللاعب البرازيلي لاعب نادي الريان بعد تمريره روعة 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 ولولا السرعة الفائقة والوقوف المفاجئ الجميل من ربو ماروان ونعيم العيدوني وسيد حسن عيسى علي عفيف حيل تسعتاشر نقطة في المركز السادس يتقدم الآن على نادي قطر واحد صفر قطر تلتاشر نقطة والنادي الاهلي ستاشر نقطة عادي أني دا يخرج أو دا يخرج وينزل تميم ممكن حسم حالته طبعا وإنفورمان تعادل حضرمي حتى هيسيد ويخلي روجير يدخل منطقة الجزاء فترة أطول شوف سيزو رايح فين عبدالر بقيمة بريرا وخطير بقيمة روجير وعظيم بقيمة أوهو بقيمة بريرا التماسي الناحة العكسية هذه الهداف روجير نهاية أحداث الشوت الأول تقدم أمصلال بهدف عن طريق كينجي جوري مع الديئة 28 شوت حلو السرد تلقى تاني ميجاديد بحولة المرور بحولة المرات لازم ترجع لشخصية وفكر الكدرب أو فكر وشخصية المدرب في تنفيذ أفكاره خالد مفتاح خالد مفتاح عدى خالد جميلة إلى الراوي البديل الصغير الصغير قد اللي انتوا شايفينه ده عشر خمستاشر عشرين مرة رمضان كريم جميلة أفكاره أفكار 1-0 لكن الشوت الأولاني الكوتشنغ عنده مكان جلق كبير خالد مفتاح خالد حط في نص الملعب على طول يا ولد العيد يا ولد جميل من روجير يغير اتجاه اللعب لعيبته مصلاة الأقوية أدي جواو اتجابها الشمال تروع على طول إلى بريرة تصويبة من روجير يأجل فتح ونحي تلمين إلى مراد عمر سايبه تماما سايبه تماما وبشراسة وشجاعة غير عادية برافو فهد يونس كما فعل سامي يفعل الآن فهد يونس قد الهجوم المرتد الريان سيعود الريان سيعود وأي عو خرج عليه قادري ونزل تباتا بيزود عدد المهاجمين أربعة واحد أربعة واحد بنسبة كبيرة يزيد العدل قدام حتى خلد مفتاح الباك الشمال هو طالع أكبر لعبين المعمرين في جورة القدم القطرية تعود من تاني تصويبة ولكن إلى خارج الملعب عادل العلوي إلى تباتا دايما لوحده بص معطوع وسامة نعلان غضبان كارتيرون المدرم الفرنسي لنادي أمس لال أبن كده كان فيه مدرب فرنسي جيرار جيلي مدرب فرنسي كبير أيضا كان مدرب سابق لنادي أمس لال جيرار جيلي كان مدرب سابق لمنتخب مصر على أي أن كانت النتيجة طبعا في وقت مدرب فرنسي خالد مفتاح يعمل كروس جميل لكن تمر رغبة وإصرار وقدرة على التواصل بهذا الشكل من جديد بروجير تصويبه من فيه جوانب مدنية بدأت تظهر قصور فيها أو يظهر قصور فيها ضربة حرة لصالح نادي أريان اتنين واحد النتيجة ولكن إلى ضربة المرمى إلى ضربة المرمى خارج القائم الأيسر من الجناح الخطير بريرا اتنين وعشرين سنة برير نصف ملعب زيزو اختفى زيزو بقاله فترة وكان خرج عليه قادران ناجي تتحضر تاني تباتا زيزو من اللي هيصوب خالد مفتاح خالد مفتاح بعرض الملعب علي فوق ضربة الرأس تعود من تاني فرصة تعادل ضربة جزاء ياسين الهولندي لعب سانتتيا وتصريحات من الجماهير حول ما يحدث تاني على طول إلى الريان بيلعبه جون مشترك أدي علي فوق وعلى تاني عنده سبات انفعالي تكنيك بتاعه جميل واصخ في نفسه جدا زيزو اقصى اليسار بريرا بريرا وضربة الرأس تعادل الهداف هداف يا ابني الهداف هداف يا ابني روجير يسجل هدف تعادل ويعيد الريان إلى المباراة ويعيد جمحيل الريان إلى الحياة من جديد نعم اتنين اتنين عملوها خلصوها وبأقدام الهداف روجير المرازيلي يسجلوها هدف رقم خمستاشر هذا الموسم لا تراجع ولا استسلام بعزيمة الرجال وأي رجال نعم بعزيمة دول صافرة النهاية وأي نهاية مباراة صعبة جدا جدا مباراة قصية جدا على اللاعبين وأيضا على الجماهير تقدم